اشهد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتوجيهات الملكية السامية باطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع العكاسات جائحة فيروس كورونا حفاظا على جهود التنمية المستدامة وقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بإعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقال معاليه إن قرار إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة يأتي تأكيدا على ما تليه القيادة من حرص واهتمام بمواصلة تسخير كافة الامكانيات للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا وذلك على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة بما يسهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي ومواصلة مسيرة النماء والازدهار منوها بأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات نتاج الجهود الوطنية بإقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء والتي تصب في مصلحة الوطن والحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة جاء ذلك لدى اجتماع معالي مع سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ومعالي الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيسي مجلس إدارة صندوق العمل تمكين وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيسي غرفة تجارة وصناعة البحرين والسيد فاروق المؤيد رئيسي مجلس إدارة بنك البحرين الوطني والسيد مراد علي مراد رئيسي مجلس إدارة بنك البحرين والكويت والدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي والسيد خالد عمر الرميحي رئيسي مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية والرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية حيث أعرب معالي عن شكره وتقديره لكافة الجهات على دعمها ومواصلتها العمل بروح الفريق الواحد لبلوغ الأهداف المنشودة في أسرع وقت ممكن وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات والإجراءات المتصلة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم للشركات للاستفادة من التمويل الذي يقدمه صندوق السيولة في الأول من يوليو القادم